الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إنه إلعب بكل شيء إلا دين الله عز وجل إلعب بكل شيء إلا دين الله عز وجل والصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام كان مجموعة من المنافقين في مؤخرة الجيش فقالوا ثلاث كلمات أغضبت الذي في السماء على العرش استوى قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنة ولا أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء فسمعهم صحابي جليل قال كذبتم فانتقل من مؤخرة الجيش إلى مقدمة الجيش حتى يخبر النبي عليه الصلاة والسلام فوجد جبريل قد سبقه جبريل سبق هذا الرجل الصحابة الذي جاء من مؤخرة الجيش إلى المقدمة في آية تتلى إلى يوم القيامة في آية تتلى إلى يوم القيامة قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يقول الراوي رأيت أحد هؤلاء الثلاثة يتعلق بناقة النبي سلم والرسول يمشي وركبه يخرج منها الدم من أثر الحجارة يستسحبها الناقة يقول يا رسول الله والله حديث سفر والله يا رسول الله نمزح يا رسول الله كذا والرسول عليه الصلاة والسلام يرد يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ورسالة لكل إنسان يستهزي بكل بجاحة وبكل صفاقة خاصة في مسائل الدين إذا جاء وقت الأضحية طلعوا نكت على الأضاحي إذا جاء وقت رمضان طلعوا نكت على الهلال واستهزاء وسخرية ونكت وطرف هذا دين الله عز وجل ما يلعب فيه وبعدين والله عليك وليس لك المسألة أنت لن تضر دين الله شيء لن تضر الله شيء ولا دين الله ولا أهل الإسلام تضر نفسك أنت يا مسكين هذا المستهزي ما يضر إلا نفسه